موسيقى من جملة الأئمة العظام الذين صاحبوا الكسائي الإمام قتيبة بن مهران المتوفى بعد سنة مائتين للهجرة قتيبة بن مهران إمام عظيم رحمه الله يقول عن نفسه قرأت القرآن من أوله إلى آخره على الكسائي وقرأ الكسائي القرآن من أوله إلى آخره علي سبحان الله لماذا؟ لأن الإمام قتيبة قرأ على إسبعيل بن جعفر قراءة نافع قرأ على إسبعيل بن جعفر عن نافع قراءة أهل المدينة فأراد الكسائي أيضا أن يتلقى قراءة أهل المدينة فقرأها على تلميذه قتيبة أرأيتم؟ يعني بعض الشيوخ من توضعهم يقرون على طلابهم إن علموا أن لطلابهم هؤلاء رواية عن فلان المعتبر من الأئمة المعتبرين فهذا الذي فعله الكسائي رحمه الله وبالمقابل يقول قتيبة انظروا بالله إلى هذا الكلام ما أجمله يقول قتيبة صحبت الكسائية 51 سنة وشاركته في عامة أصحابه يعني هذا يا إخواننا يدل على طالب القرآن أن تكون علاقته بأستاذه علاقة الولد مع والده علاقة الولد بالله عليكم يعني هل يترك الولد والده عندما مثلا يأخذ الثانوية أو يتخرج من الجامعة أو يتزوج ويسافر هل تنقطع صلته بأبيه؟ هكذا ديننا؟ هكذا علمنا نبينا؟ بل علمنا منتهى الوفاء وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى آخره فكما إلى آخره الآيات الكريمان فكما أن الإنسان عليه أن يكون وفيا بوالديه وصولا لوالديه كذلك عليه أن يكون وفيا لأستاذه الذي علمه وصولا لشيخه الذي علمه ولا تكون علاقته معه تنتهي بمجرد انتهاء القراءة يعني بعض الطلاب الله يهديهم ويصلحهم يعني يقرؤون على فلان فيجيزهم ويعطيهم الإجازات السلام عليكم وعليكم السلام ثم بعد ذلك تنقطع علاقة هذا التلميذ بهذا الشيخ طب هذا الانقطاع من الذي يتضرر فيه؟ الشيخ؟ والله ما يتضرر الشيخ؟ الذي يتضرر هو الطالب لأنه فاته أن يتصف بخلق الوفاء فالوفاء من الإيمان أيضا من جلالة شأن قتيبة بن مهران رحمه الله ومن سعة علمه ذكر صاحب كتاب البلغة في تراجب أهل النحو واللغة يقول عن الفيرو الزبادي يروي الفيرو الزبادي فيقول دخل القاضي ابن غانم قاضي إفريقيا على يزيد ابن المهلب قبل أن يلي القضاء فتحدث القاضي وقال أهللنا هلال رمضان فتشايرناه بالأيدي يقول تشايرناه فقال له يزيد لحنت أيها القاضي لحنت يعني بمعنى تكلمت كلام يخالق قواعد اللغة إنما يقال تشاورناه القاضي شو قال تشايرناه فقال له يزيد ابن المهلب لحنت أيها القاضي إنما يقال تشاورناه فقال له القاضي تشاورناه عم يشرح له قال له تشاورناه من الشورى وتشايرناه من الإشارة بالأيدي يبين له بأنه لا يصح ما تقوله أنت ثم قال القاضي وبيني وبينك قتيبة فقتيبة رحمه الله كان يلجأ إليه العلماء الكبار إذا اختلفوا في بعض المسائل فأحضر قتيبة فقال يزيد يزيد بن المهلب كيف تقول إذا رأيت الهلال لما قال له قتيبة سليم الصدر قال له أقول ربي وربك الله ما أراد هذا فقال القاضي ما هذا أردنا ولكن أعرفه وقال له دعني أعرفه إذا أشرت وأشار غيرك إلى الهلال وأردت التفاعل في الإشارة يعني على وزن تفاعلنا فماذا تقول قال أقول تشايرنا إذا ذكر أن الصواب هو الذي قاله القاضي قال فاستحي يزيد بن المهلب إذن هذه قصة نأخذ منها أمور أولا قتيبة رحمه الله كان إماما عظيما بالإضافة إلى القراءة كان عالما في اللغة ويقصد للتحكيم الأمر الثاني لا يتسرع الإنسان في التخطيء خاصة الصغار لا يتسرعون إلى تخطيء الكبار الأولى أن يخطئ الصغير نفسه أو على الأقل يذكر الأمر على صيغة المستفهم يعني إذا تكلم عالم من العلماء وأحد الشباب الذين ما زلوا في بداية طلبهم للعلم سمع شيئا لا يعرفه عليه أن يسأل لا يقول يا شيخ أخطأت هذا عيب من قلة الأدب عليه أن يقول سمعت فضيلتكم تقولون كذا هل هذه المسألة هكذا أم هكذا أو يقول الذي أعرفه أن هذه المسألة هكذا ولكن سمعنا منكم كذا فهل لكم أن تشرحوا لنا المهم أن يكون الطلب والاستفهام بالأدب فما كما كان يقول العلماء تعلموا العلم لتعملوا به وتعلموا للعلم الأدب نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتأدبين ومن أهل القرآن وأن يحشرنا في زمرتهم وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى